من صواريخ أو مسيرات تضرب الأمن إلى مفخخات أو عبوات جميعها ناسفة لمستقبل الوطن تلك صناعة الموت في مفاصل حياة العراق السياسية والأمنية والاجتماعية مفخخات تستهدف إنهاء حياة العملية الديمقراطية والضحايا المهددون هم من مرشحي البرلمان المقبل مسلسل قديم جديد يعيد إحياء فقدان الأمل بمستقبل جديد مستقر لا تنافس غير مشروع فيه ولا أي اعتبار للفوضى فوق نهج القانون والديمقراطية والجديد بمسلسل الموت استهداف موكب تابع للنائب السابق محمد الديني في ناحية كنعان في محافظة ديالة بانفجار أسفر عن إصابة شخصين وتضرر عجلة واحدة ديالة التي يدق فيها ناقص الخطر قبيل أيام قليلة من إجراء أهم استحقاق دستوري في العراق تؤكد عنوان الفوضى التي يقف خلف صناعتها أعداء البلاد وصناع الخراب الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري تحدث برد مباشر بصوت التصميم على الاستمرار في إصلاح النظام السياسي رافضا الاستسلام لمشاريع المحاصصة الطائفية على حد تعبيره تغريذة أتبعت ببيان رسمي للمشروع الوطني العراقي الذي طالب بفتح تحقيق لمعرفة الجهات التي تقف خلف الحادث مسؤولية كبرى تحملها الجهات الأمنية بتوجيهات حكومية شاركت بها مفوضية الانتخابات لمواجهة أي محاولات من شأنها أن تضرب معيار الأمن الانتخابي مشوار يقترب من ساعة الصفر التي تفتح صنديق الانتخابات ما يتطلب فيه مواجهة صناع التخريب والموت بالمشاركة الفاعلة في اختيار مرشحين على قدر من المسؤولية يشاركون في بناء بيت سياسي يرتكز على قواعد القانون والمواطنة والعدالة بين الجميع